ما حكم لبس الحزام للمحرم وقد يكون به بعض المخيط الحزام للمحرم لا بأس به خاصة إذا كان يحمل فيه الأموال ونفقات الحج فهو مباح في قول أكثر أهل العلم كابن عباس وبن عمراء وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد قال ابن عبد البر أجاز ذلك جماعة من فقهاء الأمصار متقدمهم ومتأخرهم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته والهميان بكسر الهائ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء تحت الإزار أو فوقه وقال ابن عباس أوثقوا عليكم نفقاتكم